شبيبة بيجايا وبملعبها استقبلت ملودية العلمة بدون مدربها حضر فيصل دني مشرفا على الفريق في مهمة صعبة أمام فريق يحسن التفاوض بملعبه خاصة بعد هزيمته في دربي بيجايا أبناء المدرب زغدود ضغطوا منذ البداية وبعد ربع ساعة وفي المحاولة الثالثة غانم يراوغ الدفاع ويواقع الهدف الأول الشوط الثاني بعد ركنية بدون جديد للعلمة استهله البجاويون بضغط فسجل بن شعير الثاني الأهداف بطريقة جميلة الشبيبة واصلت الضغط وأخلطت بين السرعة والتسرع وملودية العلمة لم تبدي أي مقاومة تذكر اللعب تواصل وتواصلت الهجمات إلى غاية الدقيقة الثمانين بالغربي ينفرد ويؤكد قوة الشبيبة بثلاثية كاملة في مباراة حكمها الثلاثي حلال شيبونو وعزرين